توجى منتخب مصر الأول لكرة السلة مساء أمس بلقب البطولة العربية لكأس السلة للمرة الثالثة عشر في تاريخه بعد الفوز على منتخب ليبيا بنتيجة 87 ل62 وحاسم رجال المنتخب المصري شوط الأول بفارق نقطة وحيدة لينتهي بنتيجة 39 ل38 ووسع الفراعن الفارق في الربع الثالث للعشرين نقطة لينتهي بنتيجة 67 ل47 كما وصل الفراعن صحوتهم في الربع الرابع والأخير ووسع الفارق لخمس وعشرين نقطة لتنتهي المباراة بنتيجة 87 ل62 ليظفر بذلك المنتخب المصري بلقب البطولة العربية لكرة السلة للمرة الثالثة عشر في تاريخه ويواصل تصدره جدول المنتخبات الأكثر تتويجا بالبطولة العربية وتعد الأولى منذ نسخة العام 2016